حتى في الجانب الإعلامي هذا بقول للجانب آخر فيما يخص الاتحاد السعودي لكرة القدم سواء على مستوى سعادة الرئيس أو حتى اللعظاء والأمين مما كان موجود مع المنتخب السعودي ترى من راحة للدوحة احنا ما شفنا المدرب ولعب يعني برضو واضح المنهجية هذه الإعلامية أنه أصحاب اللعبة المعنيين في اللعبة هم اللي قاعدين يظهرون مع أن المجموعة كلها موجودة يعني بما فيهم حتى اللاعبين القدامة يعني من جيل الأربعة وثمانين إلى آخر جيل 2018 كلهم مدعون يعني للدوحة ومع ذلك الظهور اقتصر على اللاعبين على المدرب ومساعدة هم شوف حلو أنك تسير عندك منهجية وتكون منظم لكن صراحة في بعض الأحيان في بعض الناس أتكلم وديك تقول يزينك ساكت صراحة منشيني يعني ما وفق في أغلب تصريحة للأمانة لكن احنا نقول يا رب العمل الفني ومجهود المنتخب يعوض أي حديث خارج الملحب لأنه يمكن في ناس بفعلا متربصة لن ترحم المرحلة حق منشيني على كل ما مر في هذه المرحلة لكن بشكل عام يعني للأمانة هو يصير خلينا نبعد عن كل شيء كان قبل البطولة داخل البطولة الرجل يصير كعمل فني على الأقل في المرحلة هذه تقيم البطولة مو نقيم ايش سار بعد واش راح واش سوه واش فعل لا 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 البطولة قاعد يصير حتى مسألة التدوير اللي البعض انتقدها ترى ما بين يعني انت مباراة منتقب في ثلاثين يوم يوم ربع النهائي في ثلاثة فبراير السبعة نصف النهائي اذا هو قاعد يفكر في عملية مجهود اللاعبين كيف يعمل بينهم تدوير لكن يمكن هذا التدوير فيه سلبية بسيطة جدا فيه هي مسألة في بعض المراكز كنت تحتاج انه يكون فيها استقرار زي راس الحربة زي مثلا المباراة الماضية ما كنت مش مهم تبدأ براغد ليش ما خليت الكسار يستمر فلما تيجي تشوفها تشوفها شيئة بسيطة يعني ما هيب شيء اللي يصلط عليه الموضوع اذا هو يصير بمسار صحيح قاعد لكن احنا نقول المرحلة الجاية محتاجة تقاتب ترى مو بس مجهود لعيبة داخل الملعب ترى اللعيبة هذول يجزء من المنظومة حتى تبغى تسمع اشياء ايجابية من الناس من الاعلام من الجماهير اذا انتهت المباراة لكل حادث حديث لكن ما قبل المباراة لازم نطلب اللعيبة تعطي وتسوي وتقاتل واحنا جلق فيها واحنا على قولتهم نوقف عند اي شماعة ونعلق عليها اخطاء لا لا ادعم المرحلة مرحلة الدعم لو تتكلم من هنا لبكرة على الاخطاء الآن ما تمستفيد شيء